إذن بمجرد التوكل على الله جاءت هذه الأمور لهذا على المسلم أن لا يخاف يعني كثير من الأمور نحن نخشى المستقبل أكثر من خشة الله نحن الآن امرأة تريد أن تتزوج مثلا مثلا تقدم لها رجل تقول لا بس أنا كذا وخايفة يا أخي ترى الله عز وجل يغير من حال لحال سبحانه وتعالى الرجل مثلا يخشى على أبنائه فيبخل يسرق ينصب يصنع من أجل ماذا يخاف على المستقبل أصبحنا نخاف على المستقبل ولا ننشغل بيومنا الذي نحن فيه لدرجة أننا حرمنا أنفسنا المتعة من أجل ماذا المستقبل ونحن لا نعلم المستقبل يخبئ لنا مصائب يعني أنت يومك هذه اللحظة فقط هذه يومك أنت هذه فلماذا تفكر غدا نحن مصيبة نفكر لا ليس لغد بل لبعد مئة سنة فأنت لحظتك مجرد أن هذه العين تبصر أول ما تستيقظ من نوم هذه لحظتك هذا يومك اغنم يومك عش يومك كما شئت طبعا بطاعة الله فلماذا تتعب نفسك مع المستقبل أنت تراهن على المستقبل والمستقبل لا يراهن عليك بمعنى آخر نحن نقتل أنفسنا من أجل المستقبل ومن أجل نضحي من أجل المستقبل والمستقبل لا يرانا لم يأتي بعد هل هناك أحد يعني يراهن على رجل على شيء لم يره لم يأته والله عز وجل شانه لم يعحد إليك أن المستقبل سيأتيك بل ربما أنت الآن تنام ولا تستيقظ الله عز وجل شانه ما أعطاك سبحانه وتعالى زمام المستقبل واضح؟ ربما الآن تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الآن ربما تموت فلماذا تشغل نفسك في المستقبل؟ لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ وهنا روعة القرآن قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت لماذا قال حي لا يموت؟ لماذا؟ الله عز وجل يريد أن يوصل لك رسالة أنت ستموت مآلك إلي إلى حي لا يموت فلا تشغل نفسك مهما أشغلت نفسك بأمور الدنيا مأواك القبر انتهى مهما سعيت لأمور الدنيا مأواك القبر مهما جهدت نفسك لأمور الدنيا مأواك القبر حتى مهما فلان قال عني فلان تكلم علي فلان سيأخذ منصبي فلان سيأخذ راتبي فلان قال عني للمدير مآلك القبر لهذا لا تشغل نفسك لا تتعب هذا هذا إذا تعب هذا هذا انشغل وإذا انشغل هذا هذا توقف علم لهذا أكثر الأمراض التي تأتينا بسبب الخوف من المستقبل الضغط السكري كل خوف هموم كل هذه الأمراض تأتينا بسبب الخوف من المستقبل والمستقبل إلى الآن لم يبالي بنا لهذا الله عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت بما أن الله حي لا يموت توكل عليه نتكل نحن الآن على الموتة كم من رجل يتكل على رجل فأصبح ذاك الرجل ميتا الله عجل يقول لا توكل علي أنا يعني أعطيك مثال لا أحد يقوى على جمع التناقضات إلا رب العباد يعني أنا لو قلت لك الآن قلت لك الآن أين أنت؟ تقول أنا في أبوظبي مثلا أقول لا كن في أدبي تستطيع؟ أو أقول لك والله رأيت وسيم في دبي أقول يا أخي وسيم الآن على الهوى في أبوظبي كيف رأيت في دبي ما يستطيع الإنسان أن يجمع التناقضات بمعنى آخر أن يرد في موطنيني في نفس الوقت مستحيل أو أن يجمع الماء والنار مستحيل أو أن يجمع سكين لا تقطع مستحيل يعني أنت لما تسافر ماذا تقول اللهم أنت الصاحب في السفر صح أليس كذلك حديث؟ هل فكرت يوما بحديث السفر؟ أنت لما تركب الطائرة أو تركب السيارة تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة أين؟ في الأهل الآن أنا لما أريد أن أسافر مثلا آتي بابني أنادي ابني أقول له الله الله في الوالدة الله الله في جدتك الله الله في عمتك وأذهب ما أستطيع أن أراقب أهل بيتي لأني مسافر الله عز وجل يراقبك ويراقب أهل بيتك فليهذا الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة أين؟ في الأهل انظر لا أحد يقوى على جمع التناقضين المتناقضات إلا رب العباد بمعنى آخر إبراهيم عليه السلام قذف في النار نار ما قال لها انطفئي ما قال الله أعزل للنار لا خلاص أطفئي نارك لا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم جمع التناقضات هذا ما يقدر عليه إنسان السكين إبراهيم عليه السلام ما أراد أن ينحر فلما أسلمه وتلوا للجبين يعني أراد أن ينحره ما يستطيع الله عز وجل أن يقول توقفي يا إبراهيم لا تنحر لكنه سلب من السكين خاصية القطع سلب من السكين خاصية القطع هذه التناقضات لا يقدر على جمعها إلا الله لهذا لا تشغل نفسك الذي يجمع القادر سبحانه على أن يجمع التناقضات قادر على أن يوفقك سبحانه وتعالى بأسبابك بالأسباب التي تسعى لها فلماذا تشغل نفسك هؤلاء هنا السؤال لماذا أنت تشغل نفسك لهذا الله عز وجل أوجز لك المقال فقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أعيد قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ما معنى فهو حسبه يعني كافيه يعني تصور أن يأتيك ملك من ملوك الأرض يقول لك وسيم أنت عندي أي شيء تحتاجه تكلمني نقطة وسطر جديد أقسم بالله لن تحمل هم رب العباد يقول لي ولك ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني إذا أنت توكلت علي أنا أكفيك